كلنا ملاحظين في الفترة الاخيرة ان كتير من الفيديوهات انتشرت وبتتكلم عن الجنيه الالفين وخمسة واللي هو توت اصدار عام الفين وخمسة وعن النص جنيه ايضا اللي هو اصدار الفين وخمسة وبيتكلموا عنهم بمبالغ كبيرة جدا وطبعا كتير من المواقع الالكترونية زي الاي باي وغيرها بيتكلموا وعليها سحب على الجنيه وعلى النص جنيه زيد ان في عملات تانية عملات تسكرية من بعد الفين وخمسة العملات ديت خلال سنوات قليلة جدا هتبقى اسعارها اسعار مبالغ فيها جدا وديت علشان نظرتها وعلشان الرمز او الشكل اللي هي بتحمله لان مش هينطبع منها تاني لان ده بيبقى حدث زي النص جنيه بتاع 80 عاما من التضامن والجنيه بتاعه ايضا وزي موكب المميوات الملكية لان برضو بيحمل عليه حاجة انا رفع لحضراتكم المهاردة في خلال الفيديو ده والحاجة اللي هو بيحملها الفيديو ديت حاجة نادرة جدا لانها ما حصلتش انها تتكتب على اي عملة تسكرية طيب النهاردة الاول هنعرف حضراتكم ازاي ان انت تختبر النص جنيه او الجنيه لالفين وخمسة من وانت في مكانك في البيت وتتأكد فعلا ان هو ده الجنيه الشحيح وده نص جنيه الشحيح ولا لا طيب مبدئان الاول هنوريكم نص جنيه اللي هو الفين وخمسة اده نص جنيه لالفين وخمسة وهنعرض على حضراتكم دلوقتي بعض الصور من على المواقع الالكترونية اللي هي عرضة فيه مبالغ وطبعا ده برضو الجنيه اللي هو الالفين وخمسة اللي هو بتاعته طبعا عايزين نقول لحضراتكم ان الفين وخمسة كان فيها اكتر من نسخة طبعا النسخة الاولانية اللي هي معانا النهاردة ديت ديت تعتبر ان هي الشحيحة والنسخة اللي معانا ده ايضا يعني هي دي اللي مطلوبة فاحنا هنعرف حضراتكم النهاردة كل حاجة بالتفصيل وهنوريكم جمال اصدارات ان شاء الله من الجنيه من اول الفين وخمسة لحد الفين واحد وعشرين دي عملات كلها عملات تسكرية هنعرفكم وانعرفكم بتواريخها وانعرفكم باهميتها ومعانا نسخ كتير جدا منها يعني احنا معانا نسخ كتير قادرنا ان احنا الحمد لله نجمع لكم كل النسخ تقريبا اذا كان غايب هتبقى غايب نسخة او اتنين فدي بإذن الله برضو هنوفرها وبإذن الله انا عرضتها بعد كده على حضراتكم يلا نخش في الموضوع ونشوف ازاي ان انت تقدر تختبر الجنيه من وانت مكانك في قلبي بيتك وازاي ان انت تعرف هو ده الجنيه الشحيح ولا لا فقط قبل البدء معنا يسعدنا تشترككم معنا في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد ازايكم حبيبنا عاملين ايه كل متابع قناة وصائق من الواقع نتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسلام النهاردة في الفيديو بتاعنا هنستعرض معاكم ازاي نختبر الجنيه ونصف جنيه لألفين وخمس وعايزين نعرف الاول يعني هي عملة تسكرية العملة التسكرية انها بتتعامل علشان حدث معين او افتتاح شيء معين او اي حاجة من قبل ده او فترة معينة من الزمن مرت على حدث كبير حدث في الدولة او في البلد اللي هي سكت العملة دي فبالتالي ان هي بتقرخ التاريخ بتاعها وبتبدأ تسكه في هيئة عملة تسكرية طيب ازاي الاول هنعرف نختبر الجنيه والنصف جنيه اللي هو الالفين وخمسة بكل سهولة وكل بساطة رقم واحد لازم يبقى معنا قطعة صغيرة من المغناطيس زي دي القطعة دي هنختبر بيها النصف جنيه والجنيه اللي هو الالفين وخمسة لو احنا جينا وقربنا القطعة اللي هي بتاع المغناطيس من اي عملة من اي عملة تسكرية خلاف الالفين وخمسة طبعا هي تنجذب اليها على طول العملة واتبدأ ان هي تلتقطها فطبعا لو احنا جينا على النصف جنيه او الجنيه الالفين وخمسة اهو مش هينجذب للمغناطيس وبالتالي ده معمول من النحاس الصافي نبدئيا احنا عندنا النصف جنيه اللي هو الالفين وخمسة هو بيبقى معرف نفسه لان انت لو قرنته باي نصف جنيه تاني هو في الحجم اكبر فبالتالي انت لو فتشت في فلوسك اللي معك دلوقتي او في اي درجة عندك ولو لقيت نصف جنيه زي ده اكيد ان هو النصف جنيه ده الالفين وخمسة لو احنا جينا قرنناه باي نصف جنيه تاني اخر هو حجم النصف جنيه حجم الجنيه بالزبط اهوت زي ما حضراتكم شايفين هو النصف جنيه حجمه اكبر وبيبقى مكتوب عليه خمسين كرش اهوت وعلى الوجه التاني بيبقى مكتوب عليه التاريخ بتاعه اللي هو الفين وخمسة ده بالنسبة لنصف جنيه بالنسبة للجنيه اللي هو التوت اللي هو ده مطبوع عليه الفين وخمسة والوجه الاخر بتاعه اللي هو عليه القناع بتاع توت عنخمه ده بالنسبة للجنيه لالفين وخمسة وده اختبار مبدئي ان انت بتقدر تعرف من خلاله اهو احنا لو جينا قربنا المغناطيس من اي قطعة تانية من اي قطعة من اي قطعة اهو التقطعة شوي اهو من اي قطعة من اي قطعة ايا كانت السنة بتاعت السك بتاعتها بتبدأ تنجذب للمغناطيس خلاف الالفين وخمسة من النحاس حتى اتلاقيها الصوت باين معك ده رقم واحد رقم اتنين احنا قلنا ونوهنا في بداية الحلقة عن الجنيه اللي هو بتاع نقل المميوات الملكية الجنيه ده ليه جنيه نادر لان الجنيه ده هو من اول الجنيهات اللي تم سقها وعليها التاريخ بتاعها يعني ايه التاريخ بتاعها انا اقول لحضرتك دلوقتي معانا التاريخ بتاعها ان هو مكتوب عليها هنا هو تلاتة اربعة الفين واحد وعشرين طبعا لو انت حضرتك بسيط على اي جنيه تاني هيبقى مكتوب عليه سنة السك اللي هي واحد وعشرين او عشرين او الفين وخمسة او ايا كانت سنة السك بتاعتها انما بالنسبة للجنيه اللي هو بتاع نقل المميوات الملكية فهو مكتوب عليه كده طيب احنا ليه بنقول الكلام ده احنا بنقول الكلام ده لان في الفين واربعة لما تم سق عملة اللي هي كانت عشر قرش وكان تحديدا مكتوب عليها التاريخ بتاعها اللي هو ستاشر مارس الفين واربعة وده كان المؤتمر الرابع للمرأة المصرية سعره النهاردة على الاي باي وعلى كل المواقع اربعة وعشرين دولار سبعة واربعين سنت فده طبعا رقم كويس مش رقم وحش فبالتالي ان الجنيه ده عشان الحدث بتاعه هو اصلا شاي الحدث مهم جدا اللي هو نقل المميوات الملكية وهو مكتوب عليه التاريخ بتاعه اللي هو تلاتة اربعة عشرين واحد وعشرين زيد ان احنا برضو معنا عملات تانية لازم نخلي بالنا منها زي ثمنونة عاما من التضامن سواء في الجنيه او في النص جنيه لان ده حدث برضو ما بيتقررش ده كان ثمانين سنة على انشاء التضامن الاجتماعي طبعا هنا مكتوبة لوجهة الجنيه بتاعه 1939 ل2019 العملة دي بتنسك انسكت عام 2019 وطبعا مش هتقرر تاني لان ما فيش ثمانين سنة تانية بعد كده ممكن انسك في المائة عام اللي هو اليوبيل الفضي طيب في حاجات تانية برضو معنا كتيرة لازم ننوه عنها زي ايه زي الجنيه بتاع قناة السويس الجنيه بتاع قناة السويس تم سك عملة كتير او منه بس هو برضو لحد النهاردة بيحتفظ بمكانته وعلى كل المواقع الالكترونية اللي هو زي الاي باي وغيرها وزي شارع طلعت حرض وزي شارع الالفي وغيرها كتير او من اماكن جمع العملة للهواة قناة السويس وصل سعره الان لحد تلاتة دولار طبعا احنا عايزين نعرف حضراتكم هنا برضو في جنيه هيبقى جنيه من الجنيهات باذن الله بعد عفاء المصريين والعالم اجمع يا رب من الوباء اللي هو وباء كورونا تم سك جنيه هنا اللي هو فرق مصر الطبية طبعا لو احنا جينا شفنا يوم الطبيب المصري اللي تم سكه في السبعينات برضو النهاردة عامل 6 دولار على كل المواقع فاصبح برضو ان الجنيه بتاع فرق مصر الطبية هيبقى من الجنيهات اللي مطلوبة في المستابع القريب ان شاء الله والحد هنا ان احنا نبقى قادرنا ننوه لحضراتكم وقدرنا ان احنا نبقى لكم بعض العملات وننتظر تعليقاتكم وانتظرونا في فيديو جديد وهنجيب لكم فاضل معانا نسختين نقصين اللي هم 69 عام اللي هو عيد الشرطة وفاضل نسخة تانية اللي هي توت اللي هي 2007 اللي ما تم سكه في العام ده اشتركوا في القناة